اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية من دور التعليم برنامج فوتوشوب المستوى الأول ابتداء من هذه المحاضرة راح نشرح ان شاء الله صندوق الأدوات وطبعا هذه الأدوات مثل ما نوهنا في المحاضرة السابقة مقسمة إلى مجموعات بالإضافة إلى تقسيمهم إلى مجموعات أنه يوجد بعض الأدوات تحتوي على سهم صغير في الأيمن هذا يعني أنها تحتوي أدوات أضافية أخرى حتى نظهر هذه الأدوات الأضافية الأخرى يأما نضغط click acer مطول أو نضغط click amen رح تطلع مجموعة الأدوات يعني مثلا هذه الأدات لها أدوات التحديد حتى نطلع الأخوات لهذه الأدات نضغط click amen أو نضغط double click أو نضغط click acer مطول رح تظهر مجموعة الأدوات الأخرى أول أدات راح نأخذها هي أدات move tool طبعا مثل ما نوهنا انه بعض الأدوات والأغلب طبعا الغالب ما تعمل بشكل تام إذا الصور مؤمنة طبعا حتى تعمل هاي الأدوات بشكل مضبوط لابد من فتح تأمين أو إلغاء تأمين الصور طبعا حتى نلغي تأمين الصور من خلال نتأكد من ظهور صندوق الطبقات الليرز طبعا من خلال وندو ونتأكد أنه أكو علامة صح على كلمة ليرز بعد ما ظهرت الصندوق الطبقات رح نلقى صورة مصغرة للصورة المفتوحة طبعا نضغط دابل كليك على القفل اللي موجود على يمين الصورة وبعدها نضغط أوكي طبعا نحب نسميها إذا نريد وإذا نحب يكون بنفس الاسم لير صفر نضغط على أوكي طبعا الصورة غير مؤمنة طبعا أصبحت الصورة غير مؤمنة وحرة بإمكان الأدوات تعمل وبإمكاننا تحريك أي صورة طبعا الأدات موف تستعمل لتحريك الصور الأدات موف تستعمل لتحريك الصور طبعا إذا لاحظ في الأعلى بكل أدات رح تتغير هذا شريط الحالة أو شريط الخيارات يتغير من أدات إلى أدات أخرى وإن شاء الله رح نركز على الأغلب الأمور الموجودة بالشريط العلوي وأكو بعض الأوامر رح نأجلها إلى المستوى الثاني المستوى المتوسط أو المستوى الاحترافي يعني مثلا هذه المجموعة مجموعة المساواة أو مجموعة التصفيف هذه ما نقدر نشرحها هسا إذا ما نشرح صندوق الطبقات لأن هذه تستعمل لمساواة ولتصفيف الطبقات بشكل عمودي أو بشكل أفقي في الأدات موف تول رح نشرح فقط هذا الخيار وهو شو ترانسفورم كونترولز وهذا الخيار هو فأتى إظهار مقابض التحكم للصور طبعا كل صورة وكل طبقة تحتوي على مجموعة مقابض طبعا هذه هي المقابض في الأركان وفي منتصف الأطراف طبعا هذه المقابض فأدتها تصغير الصورة فأدت هذه المقابض هي تصغير وتكبير حجم الصورة وطبعا بنفس الوقت هذا المقابض إذا كان السهم بالمقابض الطرفي أو بالمقابض الركني بإمكان أن تدوير الصورة أو أن ندور الصورة طبعا حتى ندور الصورة بس نخلي الماوس بأحد الأركان طبعا يعني لازم أن يكون بالأطراف لازم تكون بالمقابض الركنية وبس نخلي الماوس نقربه رح يتحول شكل الماوس إلى سهم دائري أو سهم مقوس وبإمكاننا تدوير الصورة طبعا بعد إجراء بعض العمليات أو أغلب العمليات لمن نجريها رح تطلع لنا هذن يدفث خيارات أول خيار اللي هو علامة الصح وثاني خيار اللي هو علامة الخطأ وهذا الخيار اللي هو الوارب رح نأخذه إن شاء الله لمن نشرح الطبقات في ما يخص علامة الصح وعلامة الخطأ وعدم الموافقة علامة الصح تعني هو الاحتفاظ بالتغير أو حفظ التغييرات اللي أجريناها يعني لمن إحنا دورنا الصورة وصغرنا حجمها إذا نضغط على علامة الصح معناته إنه أتمت هذه التغييرات وأصبحت نافذة أما لو إحنا صغرنا الصورة ودورناها وضغطنا على هذا الخيار اللي هو خيار الخطأ أو عدم الموافقة رح البرنامج يهمل لنا التعديلات والتغييرات اللي أجريناها ويرجعنا حالة الصورة كما كانت طبعا هذين الخيارين رح نلقاهن بأغلب الأوامر منها ورايح إن شاء الله طبعا الخيار موف تول خيار بسيط وسهل ولا يحتوي على الكثير من التعقيد وإن شاء الله رح نركز عليه ونشرحه بعد بتفصيل أكثر في المحاضرات القادمة أو في المستويات القادمة من الدورة فيما يخص المجموعة الثانية اللي هي مجموعة الـ Selection Tools واللي هي مختصة بالتحديد الهندسي طبعا لما أضغط Click Amen طبعا لما أشوف أكو سهم أسود صغير على الجانب اليمين بالأسفل معناها أنه أكو أدوات إضافية لهذه الأدات طبعا لما أضغط Click Amen رح ألقى مجموعة أدوات اللي هي Rectangular والEllipsical والSingle Row والSingle Column فيما يخص هذه الأدات أو هذه المجموعة فأدتها تحديد الأشكال الهندسية يعني مثلا لما أجي على هذا الخيار المربع التحديد المربعي أجي أضغط بالماوس طبعا بعد ما أن اختارت الأدات Rectangular بعد ما اختارت الأدات Rectangular Tool أجي أضغط بالماوس وأبقى ضغط وأسحب مع السحب أهد الماوس اللي كليك الأيسر رح يتحدد الشكل لما أجي أريد أحدد أو أحرك الجزء اللي أنا حددته أجي بالماوس أحدده ما رح يتحدد الشكل اللي أنا حددته يعني الصورة اللي أنا حددتها رح يتحرك الإطار التحديد فقط لماذا؟ لأن أنا ما مختار أدات التحريك واللي مختارها هي أدات التحديد وليس أدات التحريك طبعا هذه المشكلة تصير عند أغلب المشتركين أو أغلب العاملين ببرنامج Word فإحنا لما نحدث شكل معين حتى نحركه لازم نروح إلى أدات الموف تول فنختار الأدات موف تول ونلاحظ أنه اللي أنا حددته يعني تحرك ونتقل إلى مكان آخر ألاحظ أنه خلف الجزء اللي تحدد أو جزء اللي تحرك ظهر عندي لون باللون الأحمر طبعا هو نفسه لون الBackground وهاي المجموعة ان شاء الله رح نشرحها بالتفصيل في المحاضرات القادمة الForeground والBackground طبعا لماذا ظهر هذا اللون السبب هو انه الصورة مؤمنة وحتى نتعامل ويا الصورة بشكل ادق نفتح القفل او نلغي تأمين الصورة ونروح على اداة الموف ونحرك الصورة مثل ما تلاحظون انه ظهر فراغ طبعا هذه المربعات تعني انه الفراغ تعني ان الصورة مفرغة حتى احدد جزء اخر من الصورة مثلا هذا الجزء حتى احرك الجزء اللي حددته نروح على اداة الموف ونحرك هذا الجزء وهكذا نقدر نصنع مجموعة اجزاء ونروح على اداة الموف ونخلي هاي الاجزاء نحركها بالاماكن اللي احنا ريدها ومثل ما تلاحظون طبعا جزء اللي حددنا لما نروح على اداة موف نقدر نكبر الحجم مثل ما تعلمنا وان شاء الله رح نشرح بعض التقنيات الاحترافية المتقدمة في المحاضرات القادمة طبعا هذا فيما يخص الادات الاولى الادات الثانية الالبسيكل نفس الادات الاولى ولكن تحدد بشكل دائري او بشكل بيضوي طبعا حتى احرك الجزء اللي انا حددته اروح على اداة الموف واحرك الجزء اللي انا اختارته العمل بسيط وهذه الادوات بسيطة جدا تبقى عندنا ملاحظات الملاحظة الاولى لما انا حدد الجزء وحتى الغي هذا التحديد ياما اضغط ctrl حرف d ياما ctrl حرف d او اروح على قائمة select واختار d select طبعا اتمنى من الاخوة انو المشاركين اتمنى انو بورقوا قلم يسجلون الاختصارات يسجلون هاي الاوامر يعني مثلا هذا الامر اللي هو d select اختصارة ctrl d يسجلونه وبورقة ويسجلون الفائدة من هذا الامر حتى بعدين ان شاء الله بالمستقبل راح نطبع هاي الاوامر اللي انتو سجلتوها على شكل ملخص او كتيب صغير يستفادوا من عدة البعض فحتى نلغي التحديد ياما ctrl d من الكيبورد ياما من select ونختار الامر d select الملاحظة الثانية لما اختار الشكل البيضوي او الشكل المربع لما اجي ارسم الرسم يكون على شكل بيضوي ياما بيضوي افقي اما بيضوي عمودي حتى اريد الرسم يكون دائري بشكل تمام بشكل متساوي دائرة كاملة طبعا اجي ارسم واضغط shift بعدها راح الدائرة تكون دائرة متكاملة بنفس الوقت اذا لما اريد ارسم مربع متكامل مربع مصمت متكامل ارسم وقبل لا اترك الماوس اضغط shift راح المربع يكون مربع متكامل هذه الملاحظة الثانية طبعا حتى الغي التحديدي اما ctrl D اما من الامر select واختار D select فيما يخص بقية الادوات single row و single column طبعا هذه الاداتين فادتهم تحديد شريحة افقية وتحديد شريحة عموذية طبعا اليه الاستخدامات نادرة من ضمن هاي الاستخدامات عمل الجداول طبعا راح اشرح لكم بشكل سريع شلون نعمل الجدول وبشكل سريع جدا وما مطلوب منعدكم تتعلمون هسه فقط بس ابين لكم فائدة هذان الاداتين ولما نشرح بقية الادوات راح نرجع لهذان الاداتين ونشرحها بالتفصيل ونعلمكم شون نسوون جداول بشكل احترافي في برنامجه طبعا افتح ملف جديد طبعا هذا الشرح كله هو اضافي بس مجرد للتوضيح لا اكثر ولا اقل اختار الشريحة الافقية واحدد خط افقي واضغط alt backspace خط ثاني او ممكن هنا يكون alt backspace ممكن هنا يكون خط ثالث ممكن خط رابع وممكن خط اخير اضغط احدد خط شريحة افق عمودية وممكن ان يكون هنا alt backspace alt backspace ممكن alt backspace ممكن alt backspace طبعا اقدر صار عدة جدول اقدر اني اتخلص من الخطوط الزائدة من خلال الغة تعمين الصورة وطبعا هاي الامور كلها ان شاء الله راح نشرحها بالتفصيل الممل ان شاء الله و delete من لوحة المفاتيح والغة اعمين هاي delete من لوحة المفاتيح delete اصبح عندنا هذا جدول سهل وسريع واقدر اعمليه بالبيانات وهاي الامور ان شاء الله كلها راح نشرحها بالتفصيل في المحاضرات القادمة يعني الغرض من هذين الامرين وعمل تحديد شريحة افقية وعمل تحديد شريحة عمودية حتى نملأ هذين الشريحتين هذا فيما يخص المجموعة الثانية اللي هي ادوات التحديد الهندسي فيما يخص المجموعة الثالثة ادوات التحديد العشوائي او التحديد الغير هندسي ادنا ثلاثة ادوات أدوات للمجموعة الادات الاولى اللي هي اللاسوتول والادات الثانية اللي هي بوليغان تول والادات الثالثة اللي هي الماقناتينك تول اول ادات اللي هي اللاسوتول طول وهذه الادات فادتها تحديد عشوائي سريع فادتها تحديد عشوائي سريع وحتى احرك الجزء اللي انا حددته اروح على اداة الموف واقدر احدده احركه بنفس الوقت نقدر بعد ما حددنا الشكل طبعا يفضل نفتح تأمين الصورة نقدر نستنسخ هذا الشكل اللي حددناي اما اضغط على alt وابقى ضغط على alt واسحب alt واسحب راح يصير عدي عملية استنساخ alt واسحب او اقدر من خلال edit واختار copy وبعدها ايضا من الخيار edit واختار best طبعا بنفس الوقت اقدر copy ctrl c و ctrl v وهكذا اقدر اعمل مجموعة نسخ مثل ما تلاحظون هذه الصورة صار لها عدة نسخ هذا فيما يخص اداة التحديد السريع وهذه طبعا ان شاء الله بالتطبيقات والتمارين راح نتعرف عليها بشكل اوسع احنا اغلب هاي الامور راح تأجلها للمحاضرات القادمة نعم اكو بعض الامور ما تقدرون تفتهموها وتستوعبوها بشكل تام اذا ما تفتهمون بقية الادوات وبقية الاوامر فاني راح اجل بعض الشرح الى المحاضرات القادمة ولكن اوعدكم ما راح اترك ايشي يخص الفوتوشوب ان شاء الله في هذه الدورة فيما يخص الادات الثانية البوليغون لاسا تول وهذه الادات تستخدم لتحديد الاشكال المظلعة الاشكال الهندسية ومن اسم كلمة بوليغون او من اسم هذه الادات بوليغون بوليغون يعني مظلة راح ناخذ مثال طبعا هذا الصندوق لو اردنا استقطاعه من هذه الصورة ونقله الى صورة اخرى لابد من تحديده بشكل تام ونقله من خلال الادات موف او من خلال الامور كوبي بيست حتى نحدده بشكل سلس وشكل دقيق لما نختار الادات لاستول اذا نلاحظ انه هذه الادات لا يمكن ان تعمل تحديد دقيق لالاشكال المظلعة عليش لان هذه الادات تستخدم للتحديد العشواء السريع وليس التحديد المظلعة الدقيق طبعا مثل ما تعلمنا حتى نلغي التحديد ياما Ctrl D ياما Select D Select طبعا حتى نحدد الاشكال المظلعة المستقيمة وليس المنحنية وليس الدوائر من خلال الادات Polygon Tool طبعا فكرة الادات هو نبدي بنقطة نختار اي نقطة احنا نريدها نبدي من عدها وليكن راح ابدي بهذا المكان اضغط Click واضغط Click اخر بنهاية الضلع يعني هذا الضلع اللي انا بديت به اختار نقطة بنهاية الضلع بعدها نقطة اخرى بنهاية الضلع الاخر وهكذا مجموعة نقاط الان انتهي من نفس النقطة اللي انا ابتديت بيها طبعا استمر بالعمل حتى اعرف انه هذه النقطة اللي انا بديت بيها مكانها وين بس اقرب يم هالماوس راح تظهر لي دائرة دائرة صغيرة على يمين الادات مثل ما تلاحظون هذه هي الدائرة اضغط Click على النقطة اللي انا بديت بيها راح الاحظ انه صار عدي اطار تحديد لهذا المكعب وطبعا اقدر انقله الى الصورة اللي انا اريدها مثلا نفتح صورة اخرى من خلال File مثل ما تعلمنا بالمحاضر الاولى طبعا بعد ما فتحت هاي الصورة انتقل الى الصورة الاخرى وحتى احرك هذا المكعب مثل ما تعلمنا لازم نروح على اداة الموف تول ونختار Copy بعدها نذهب الى الصورة اللي فتحناها صورة ثانية ونرجع الى الخيار Edit ونختار Best راح الاحظ انه هذا المكعب صار عدي موجود بهذه الصورة طبعا حتى ازغر حجمة مثل ما تعلمنا من خلال الادات الموف تول ومن خلال المقاوض وصار عدي هذا الشكل او هذا التصميم الجميل تصميم بسيط وان شاء الله راح نتعلم شون نضيف لمسات اخرى كالظلال والانعكاسات وكيفية عمل الواقعية في التصاميم ان شاء الله ناخذ مثال اخر لتحديد الاشكال العشوائية او لتحديد الاشكال المضلعة مثلا هذا المثال او هذا الشكل طبعا تبقى ملاحظة حتى نكبر عرض التصميم اما اضغط كونترول وعلامة الزائد من الكيبورد ولتصغير كونترول وعلامة الناقص او اقدر من خلال علامة التكبير وعلامة التصغير طبعا بعد ما اختار عداة العدسة هذه الادات عدي هنا خيارين خيار علامة الزائد عدسة صغيرة وعدسة كبيرة العدسة الصغيرة تستخدم لتصغير والعدسة الكبيرة تستخدم للتكبير نجرب العدسة الصغيرة تستخدم للتصغير والعدسة الكبيرة تستخدم للتكبير وحتى أتحكم بالشكال يفضل أن نكبر العرض حتى التحديد يكون دقيق أضغط كليك بهالمكان نقطة أبتدئ بيها ونقطة بمكان آخر وأصعد إلى الأعلى نقطة وهكذا أستمر بعمل النقاط إلى أن أنتهي بالنقطة اللي أنا بديت بيها طبعا بعد ما حددت الشكل أرجع إلى أداة التصغير أو Control وعلامة الناقص حتى أنقل هذا الجزء اللي أنا حددته أذهب إلى أداة الموف والخيار Edit Copy ومثل ما تعلمنا نذهب إلى الصورة الثانية ونختار من Edit الأداة Best وطبعا نخلي هذا الشكل بهالمكان وأصبح عندنا هذا التصميم جميل تبقى ملاحظة خاصة بهذه الأداة ملاحظة صغيرة وبسيطة في حال أنه لو أنا رسمت نقطة بالغلط نقطة خارج الإطار اللي أنا أريده حتى أتراجع إلى الخلف أضغط المفتاح Backspace من الكيبورد أضغط المفتاح Backspace رح يتراجع لي خطوات إلى الوراء في حال استخدام هذه الأداة فيما يخص الأداة الثالثة اللي هي الماقناتك طبعا الماقناتك يعني مغناطيس وهذه الأداة تلتصق بالحواف المتباعدة بالألوان وتقوم بفصل الألوان وتحديد الشكل ناخذ مثال على هذه الأداة مثلا هذه الصورة طبعا هذه الصورة إذا ألاحظ أنه تحتوي على منحنيات يعني لما أجي أريد أحددها بالأمر Polygon إذا تلاحظون الأمر Polygon لا يمكن أن يحدد لي بشكل دقيق ليش؟ لأن البوليغون يستخدم لتحديد المضلعات وألاحظ أن هذه الصورة هي غير مضلعة هي بيها منحنيات ففيش حالة ما رح تخدمني هاي الأداة اللي هي البوليغون رح أتجه إلى الأداة الأخرى اللي هي الماقناتك الأداة ماقناتك تستخدم لتحديد الألوان المتباعدة أو الألوان الغير متشابهة يعني مثلا هنا لدينا اللون الأبيض لا يشبه اللون الأصفر ففيش حالة رح تخدمنا هاي الأداة طبعا رح نشرح هاي الأمور اللونية وهاي التفاصيل الدقيقة إن شاء الله في المحاضرات القادمة طبعا حتى نحدد هذه البطة أو نحدد هذا الشكل نضغط كليك نختار أي نقطة والي يمكن رح أختار هذه النقطة وأمر الماوس على الأطراف والبرنامج رح طبعا بس أمر الماوس ما جاي أضغط أي نقطة عني البرنامج هو بشكل أوتوماتيك يختار الأطراف وهو يحدد لي الشكل بشكل آلي وبشكل دقيق طبعا يفضل إنه أبتدي بنفس النقطة اللي أنا بديت بيها وبنفس الطريقة إذا عني رسمة نقطة خطأ أتراجع من خلال الأمر باق سبيس باق سبيس وأكمل الرسم أو أكمل التحديد من خلال تمرير الماوس على الشكل مثل ما تلاحظون العملية بسيطة جدا والتحديد جميل جدا وطبعا طبعا ضروري أبتدي بالنقطة اللي أنا بديت بيها مثل ما تعلمنا من خلال أنه تظهر لي علامة دائرة بجانب الأدات طبعا بعد ما أتحدد عندي هذا الشكل حتى أحرك الشكل أو أروح على أداة الموف وأدت كوبي وأقدر طبعا أنقل هذه الصورة إلى صورة أخرى مثلا هذه الصورة هنا وأروح على أدت وأختار بيست وطبعا حتى أصغر حجم الصورة مثل ما تعلمنا بأداة الموف ونحدد الصورة ونصغرها ونضغط على علامة الصح يعني معناها إتمام التعديلات طبعا هذا هو الجزء الأول من أدوات التحديد وإن شاء الله بالجزء الثاني رح نكمل بقية الأدوات واحتمال تقريبا أتوقع لخمس محاضرات رح نستمر بشرح الأدوات وطبعا رح إن شاء الله نعلمكم الجزء الأكبر من فائدة هذه الأدوات من خلال هذه الخمس محاضرات وإن شاء الله تستفادون بشكل أكبر من خلال هذه الأدوات لمن نطبق ونبتدي بالتطبيقات بالمستوى المتوسط إن شاء الله نلتقيكم بالمحاضر القادمة بإذنه تعالى اشتركوا في القناة